نروح بقى لملعب المباراة مع زميلنا فاروق صراح سريعاً ومعا رئيس قطاع الناشئين في نادي زد الكابتن على نبيل اتفضل يا فاروق من جديد ده بجد التحية بيك يا كابتن وسامة والكابتن محمد حشيش وبالدكتور أحمد ده ثابت وبأكد بالفعل على كلامك هو واحد من الشخصيات والقامات اللي ليه بقى كبير جداً فيه الرياضة المصرية اسمه ارتبط طبعاً بالنجاح واسمه ارتبط بالطفرات اللي بيصنعها في قطاعات الناشئين وبأكد على كلامك انه هو بالفعل كان حريص انه هو لعب فريق زد يعمله ممر شرفي للنادل آلي مهم جداً في قطاعات الناشئين يبقى عندك الشخصية اللي بقيمة وقامة الكابتن على نبيل انه متعلم وتربي للناشئ كلام كبير جداً انا نستفيد فيه مع الكابتن على نبيل كابتن على تحيات الكابتن وسامة حسني كابتن حشيش دكتور أحمد ثابت الجميع بيشيد باللقطة بالمشهد بالممر الشرفي مهم جداً احنا بالرب الناشئين عليها كابتن على اولاً تحياتي لكابتن وسامة وضيوفه الكرام كابتن حشيش الدكتور أحمد ثابت ده طبعاً اقل حاجة تتعامل لفرقة عملت موجود كبير وخدت بطولة كبيرة زي بطولة 2003 ده بيبقى عبر عن لمسة من زد للفرقة زي ما عملنا السنة اللي فاتت برضو ل2006 النادي الاهلي برضو عملنا ممر شرفي يعني حضرت تفضلت قلت ده يبقى يعني إشارة لديها كلها ممسابات الناشئين دي بتبقى عبارة عن فرز للعيبة اللي في اللعبة الدرجة الأولى والحاجات ده كلها فلازي بقى فيه روح الاحترام والود والمحمة بين الفرق بيش عملية تنفسية بحتة بتؤدي في الآخر إلى معارك والحاجات ده كلها فأحنا أنا حريص كل الحرص وقدارة النادي على إن نبقى متواجدين دايماً في صورة محترمة تليق بنادي زد كابتن علاء الكابتن أسام حسني أشاد بالشغل اللي بيعمله كابتن علاء نبيل ومنظومة تزد في قطاعات الناشئين بيبارك لك كمان على بطولة 2006 وأعتقد دي من المرات الأوليلة جداً أو النادرة أن احنا نشوف فريق في المنتزبة عنده فريق في قطاعات الناشئين بيفوز بطولة الجمهورية ده أعتقد مجود كبير جداً يا كابتن علاء الحمد لله إحنا ممكن ده تلت موسم من أول موسم بتلغى بسبب كان أيام كورونا ده أعتبر تاني موسم أنا دخلت في جميع المراحل السنية في الجمهورية في فرق خط بطولات في فرق ثالث في فرق رابع فكابداية طبعاً حاجة مجهود كبير اتعامل بصراحة يعني وأنا بشكر كابتن وسام على طبعاً الكلام الجميل أنا مش سامع بس متأكد اللي هو بيقول كلام حلو يعني هو مجهود كبير فيه على الاتمام سروع على تنظيم طول الزمن الدولية الرائعة كمال بنشتغل عليه أعتقد اللي احنا في خلال المدة اللي سيارة دي قدرنا نوصل لجميع المسؤولين في كورونا دي خدم اللي فيه أندية تستطيع اللي هي تعمل النتائج كويسة وتعمل أخطاعات كويسة بالشرط بقى فيقولة ممتاز به الناشئين تختلف الناشئين تختلف عن يعني فيه أندية في الدورة الممتاز بايع الفرق بتاعتها لأ احنا بنقولة جماعة الناشئين لازم بقاليها النظام تاني يختلف عن الفريق الأول دوري خاص صعود وهبوط مجزة ما انت عايز لكن بالشرط عشان فريق يتبقى في الدورة الممتاز يبقى عندي ده يعني اللي بيحصل ده الوقت يلازم من التحدي يفكر فرقة في الدرجة الأولى والفرقة بتاعت الناشئين بتاعتها بسم الله ما شاء الله الحمد لله يعني ماشيين كويس طب ايه المنع المنع اللي انت بقى فيه أندية بتهتمل بالناشئين لان ده حاجة وده حاجة خارجة تانية خالص كابتر عسامة حسني بيستمر في شكره في مديحه في الكابتر عنا نبيل بيشكرك أيضا على بطولة زد اللي نظمت بشكل أكثر من رائع وانك تستقطب أندية بالحجم واسم وقيمة فينورد اعتقد أمر يحسب لكم كمسؤولين في نادي زد دورة خوية جدا كنا حرسين كل الحرصة اللي احنا نجيب معانا في البطولة النادي الأهلي سقطعك لان الكابتر حشيش الشكر مستمر الكابتر حشيش بشكل حضراتك أيضا والدكتور أحمد سابت الكابتر الحشيش ده حبيب ده زمالة ملعب يعني كانت دورة قوية جدا كنا حرصين كل حرص النادي الأهلي يكون موجود معانا يا جماعة التنافس في الملعب ماشي لكن المشكلة أنا نجيب النادي كبير بقيمة النادي الأهلي اللي هو يخش معايا الدورة ويستفيد ما كل ده بصبه في صحة الكرة المصرية بلاش البصة اللي هي لا أنا وبس أنا وبس ما حنا ممكن أننا عملنا الدورة جميلة فرقة أجنبية تانية خلص الموضوع لكذا لكن كنا حرصين النادي الأهلي بنتموجد معانا فرقة فيها لعبة كويسة فيها لعبة مميزين فيها 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 المشكلة هي تخش معانا وهي الحمد لله خدوا البطولة وعوضتهم الدورة اللي هو راح منهم اللي أنا زد خدته يعني الموضوع بسيط بس عايز العقلية وعايز التنافس ده لازي بقى ليه حدود شوية نتمنى لك التوفيق ومجهودك والشغل اللي بتعمل في النادي زد الجميع اللمسه نتمنى لك التوفيق ومهم جدا زي ما قلنا نابل رب النشئين عليه ده حقيقة ده حقيقة أنا طبعا بشكرك على الاستطافة الجميلة دي وبشكر لجميع القائمين في الأستودي وكابتن أحمد كابتن أسامة حسني وكابتن محمد حشيشي والدكتور أحمد بشكرهم وبقول لهم ألف مبروك للبطولة بتاعت النهاردة 2003 هم خدوا خمسة وخدوا صعبة هم مشين فردي زوجي مش بتاعيتهم ولا ستة ولا تمانية ألف مبروك ودايما كده في انتصاراته وبنبرك النادي الآن نبرح تعادل وصعوده للدور قبل النهاء إن شاء الله ونتمنى لك التوفيق في المرحلة القادمة إن شاء الله كابتن علاء ودايما دعا هاتينا بك يا كابتن علاء دايما بنعتز بالقيمة والقامة الكابتن علاء نبيل ولما بيتكلم بنتكلم على المستقبل والتخطيط وأمور كتير جدا بيتترسخ داخل قطعات الناشئين طبعا كابتن أسامة دا كان لقاءنا مع الكابتن علاء نبيل بتعود الكلمة من جديد إلى الكابتن أسامة حسن نشكرك يا فاروب نشكر الكابتن علاء نبيل شكرا جزيلا شكرا جزيلا